من عمان ينضم إلينا مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد محمد العمري صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا يعني لعملكم خصوصية كبيرة ويتطلب دقة وأيضا ظروف معينة لذلك نريد أن تتحدث لنا عن أبرز الأدوار التي تختص بها إدارة المختبرات والأدلة الجرمية حقيقة إدارة المختبرات والأدلة الجرمية هي من الإدارات الفاعلة في جهاز الأمن العام والمعنية بمكافحة الجريمة وتشكل حلقة مهمة في سلسلة العدالة الجنائية نتشارك مع إدارات الأمن العام الأخرى الميدانية سواء كانت مدريات الشرطة وإدارة البحث الجنائي في كشف وموض الكثير من القضايا ونحن معنيين حقيقة كإدارة شرطية علمية بالدرجة الأولى بالدليل العلمي والدليل العلمي الآن كما يعلم الجميع بأنه أصبح هو الأساس الذي يستند عليه القاضي في إصدار الحكم وهو مطمئن الضمير في الخصوم المعروضة أمامه وبالتالي هذا الدليل يجب أن يكون قد تم تحريزه وقد تم حفظه بطريقة مشروعة قانونا حتى يتم الاعتماد عليه من الناحية القانونية نحن كإدارة يبدأ عملنا حقيقة وقت حدوث الجريمة بعد حدوث الجريمة يقوم فريقنا المختص من فرع مساحة الجريمة التي تغطي كافة مساحة المملكة الأردنية الهاشمية بالتواجد في هذا في مكان وقوع الجريمة وبالتالي معاينة والكشف على هذا المكان وتحريز كل ما يتم العثور عليه من آثار في هذا المكان والذي سيساهم بعد معالجته مخبريا وفق أحدث الأجهزة المتطورة الموجودة داخل هذه الإدارة لأن يصبح دليلا هذا الآثر في المستقبل فبالتالي بعد الكشف على مسرح الجريمة وتحريز ورفع جميع الآثار الموجودة والتي ستساهم بعد معالجتها في الوصول إلى الفاعل وكشف غموض الجريمة هنا هذه الحلقة ضرورية جدا وتشكل مساندة كما ذكرت وقت قبل قليل هي مساندة أيضا لجهات التحقيق في تحقيق العدالة وكشف غموض الكثير من الجران نعم العميد محمد يعني انطلاقا مما تفضلت كيف تلمسون انعكاس هذا التطور الذي مرت به إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وصولا إلى أحدث المعدات التكنولوجية كما استمعنا في التقرير مسبقا عن اليوم أبرز ما يشير إلى المستوى المتميز الذي وصلت إلي هذه الإدارة أنه تشرفنا وتزيننا وتزينت هذه الإدارة قبل يومين بزيارة جلالة سيدنا إلى هذه الإدارة وهذه الزيارة حقيقة رفعت معنوياتنا إلى درجة دفعتنا إلى البدء الآن بقوة أكبر مما كنا علي بالسابق وهذه تشكل أيضا تاريخ ذهبي في عمر هذه الإدارة بأن يقوم جلال سيدنا بزيارة هذه الإدارة وأن يثني على جهود العاملين فيها وأن يثني على جهود هذه الإدارة وهذا اندل على شيء يدل أيضا على متابعة سيدنا ودعمه أيضا لكل المؤسسات التي تصب في ميزان العدالة والتي تحقق أيضا سيادة للقانون إضافة إلى ذلك اطلع خلال زيارة سيدنا على أحدث الأجهزة التي تم إضافتها إلى هذه الإدارة بدعم مباشر من عطفة مدير الأمن العام وقيادة جهاز الأمن العام للسعي المتواصل إلى أن تكون دائما هذه الإدارة في مقدمة المختبرات العالمية وحقيقة بحمد الله وصلنا إلى مستوى مرموق مقارنة بمختبرات الدول المتقدمة ولنا أيضا وجود على الخارطة الدولي في مجال مكافحة الجريمة والمختبرات الجنائية على مستوى أقليمي وعلى مستوى دولي وهذا لم يكن ليتأتى لو لا الدعم المباشر والمتابعة الحديثة من خيارة الجهاز أيضا لهذه الإدارة بكل ما تحتاج من سواء معدات أو أجزة حديثة أو أيضا تأهيل الكوادر البشري لمعامل فيها حيث أن لدينا من الكفاءات البشري والخبراء ما منهم من حملتها أيضا الدراسات العلية في مجال التخصص الكيميائي أو البيولوجي أو أي تخصص آخر من العلوم الجنائي العاملين داخل هذه الإدارة ما هي المراحل التي تعملون عليها منذ وصولكم إلى موقع الجريمة ولحين الحصول على معلومات لكشف ما تريدونه بغيتكم من وصولكم إلى هذا المكان هذا يقودنا إلى إبراز الأهمية الكبيرة جدا لدور فريق مسرح الجريمة في مسرح الجريمة فهو حقيقة هو المفتاح وهو نحن نسمي دائما اللسان الصامت وأحيانا نصبح اللسان الناطق بحال الجريمة وهو مكان حدوث وارتكاب الجريمة يقوم فريقنا في مكان حدوث الجريمة أو مسرح الجريمة بالمصطلح العلمي بجميع كافة الآثار التي يتم العثور عليها في هذا المكان ويتم تحريزها بطريقة تضمن أولا سلامة هذه العينات وتضمن أيضا عدم تعرضها للعبث أو التلف إضافة إلى ذلك نقوم أيضا بتحريزها بطريقة إذا حفظت في مغلف خاص طبعا لنوع العينة هذا المغلف لا يمكن أن يفتح بعد إغلاقه إلا أمام الخبير في هذه الإدارة وهذا كله أيضا لصونا وحفظا لحقوق المواطنين ففي حال وصول هذه العينات إلى هذه الإدارة يتسلمها قسم مختص يسمى قسم العينات يتأكد بداية من سلامة المغلفة الذي تم حفظ العينات بداخله وهذا له بار كود محدد لا يمكن أن يتم العبثيه في حال وجود لا سمح الله أي خلال فيه فأنه سيظهر في الحال وبالتالي بعد أن يتسلم هذا القسم هذه العينات يتم إرسالها كل عينة إلى الخبير المختص لإجراء الفحوصات اللازمة عليها وتجري هذه العملية أيضا في نسبة كبيرة منها جدا من خلال نظام تكنولوجي نظام إلكتروني بحيث يكون تواجد العنصر البشري فيما يتعلق بالبروسيجرز الخاصة بهذه الإجراءات قليل جدا نعم العميد محمد هل هناك تحديات معوقات معينة تواجهكم في عملكم ويمكن أن تطلعنا عليها المعوقات نستغل أيضا وجودنا على شاشتك الكريمة بأن المحافظة على مسرح الجريمة هو المكان الذي أؤكد بأنه المكان الذي وقعت فيه الجريمة إن المحافظة على مسرح الجريمة يساهم إلى حد كبير جدا في الوصول إلى الفاعل بسرعة أكبر وبتكلفة أحيانا أقل فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية فإحنا نتأمل أيضا من مواطننا الكريم في حال حدوث أي جريمة أمهم مهما كان نوعا حتى لو كانت من الجرائم البسيطة جدا أن يحاول أن لا يمس هذا المكان أو أن يبتعد عنه وأن لا يعبث بأي شيء من محتويات هذا المكان حتى نستطيع أن نقوم بعملنا باحترافية وحتى نستطيع أيضا أن نصل إلى الفاعل بأسرع وقت ممكن لأنه أي تغيير من قبل المواطن أو أي عبث فيها قد يخلق إشكالي في الوصول إلى الفاعل باستقبلا شكرا جزيلا لك كنت معنا من عمان مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد محمد العمري يعطيكم العافية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك